اشتركوا في القناة لسئنا في برامج التعاون الدولي بين السودان والمؤسسات المالية الدولية عقب توقيع الاتفاق السياسي النهائي من جانبه شدد المبعوث الفرنسي على استعداد بلاده التام لدعم الحكومة الانتقالية القادمة خصوصا في المجال الاقتصادي والاعداد للانتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية وكانت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري عقدت اجتماعا مع القوى العسكرية لبحث عقبات توقيع الاتفاق النهائي المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أكد الاتفاق على مضاعفة الجهود لتجاوز عقبة توقيع الاتفاق السياسي وشار في بيان إلى أن القوى المدنية عازمة على استرداد السلطة المدنية وأن القوى لاحظت توجها عند أنصار النظام السابق لتخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية معنا لمناقشة كذلك هذه التطورات من الخرطوم مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير مساء الخير أستاذ مصباح أهلا بك معنا دائما في الأخبار الليلة على شاشة الحدث يعني اليوم في نقاط عدة تم الاتفاق عليها بين القوى المدنية طبعا تتعلق بالجانب المدني من الاتفاق ولكن بنفس الوقت هل هي رسالة معينة للقوى العسكرية بأن اليوم القوى المدنية رتبت صفوفها ولم يبقى إلا أنتم متأخرون تحية لك أستاذ الأرى والتحية لمشاهدي قناة الحدث بالفعل أكملة القوى المدنية واللجنة الصياغ المشتركة بين القوى المدنية والعسكرية أكملت صياقة المسودة النهائية للاتفاق النهائي في المحاور المتفق عليها ما عدا المحور الأخير هو محور الإصلاح الأمن والعسكري وناقشت أيضا ملاحظات الأطراف المختلفة السياسية وعسكرية وتضمنتها في المسودة النهائية للاتفاق النهائي أصبح الآن الاتفاق النهائي جاهزا سيناقش النقاط العالقة في الجانب العسكري المتعلق بالإصلاح الأمن والعسكري في الاتماع المتوقع أن ينعقد خلال الساعات القادمة ما بين القوى المدنية والعسكرية أو جميع القوى الموقعة للاتفاق الإيطاري لمناقشة النقاط العالقة ودفع الجهود للتوصل إلى تفاهمات خاصة وأن النقاط المتبقية هي لم تعد نقاط كبيرة وكذلك أيضا أصبحت عصية على اللجان الفنية للوصول فيها إلى تفاهمات وبالتالي تحتاج إلى قرار سياسي وتحتاج أيضا إلى إرادة من الطرفين في غيادة المكونين العسكريين للوصول إلى تفاهمات هل الإرادة موجودة؟ هناك بعض التحليلات قالت اليوم أنه في مصلحة اليوم لدى الطرفين العسكريين بتأخير أي اتفاق سياسي يزيح المؤسسة العسكرية من الحكم الحقيقة أننا لم نلمس ذلك من خلال اللقاءات لم يكن ذلك واضحا الجميع أكدوا على أنهم مصرون على استكمال العملية السياسية ومصرون على المضي في الاتفاق النهاي ولكن هناك نقاط متعلقة بتباينات داخل المؤسسة العسكرية حول عملية الدمج وكما ذكر قبل غليل الدكتور المجزوب هناك أزمة ثقة بين الطرفين في كل منه يريد أن يكسب نقاط على حساب الآخر وهي تكتيكات في طاولة التفاوض نعتقد أنه يمكن أن الناس يتفهم منه إذا تتوفر الإرادة وإذا كان الجميع حريصون على هذا المشروع لا سيما وأن المبادئ العامة لعملية الإصلاح والدمج والتحديث تم الاتفاق عليها وتم تضمينها في مسودة الاتفاق النهاي ولم يبقى إلا تفاصيل الفرنية المتعلقة بتنفيذ حزم العملية بما أنك سماعت أيضا لكلام سيادة لواء ضيفنا قبل قليل هو تحدث عن أزمة ثقة وتحدث أيضا عن أسباب وأهداف سياسية لدى الطرفين اليوم تؤجل الاتفاق وبالتالي ما هو الهامش السياسي الذي يملكه كل طرف عسكري اليوم بالسودان في ظل الاتفاق ينقل السلطة إلى المدنيين لا نستطيع أن نقول أن الزلالة السياسية غير متوفرة في هذه الطاولة هي موجودة عند الطرفين والطرفين أيضا لديهم أجندة سياسية لا نستطيع أن نقول أنهم خرجوا بالكامل عن السياسية وأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا في معادلة سياسية في المستقبل أو حتى في الوقت الراهن ولكن في النهاية هناك قرار مسبق هناك اتفاق على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وأن تكون ملتزمة بمهامها وأن نصل إلى عملية الإصلاح الأمن والعسكري وفق المبادئ التي اتفقنا عليها أنا أعتقد أن تأخير التوقيع على اتفاق النهاي ليس فيه مصلحة لكل الأطراف وخاصة وأن البلاد الآن تحتاج إلى الوصول إلى تفاهمات حول هذه العملية بصورة عاجلة والوصول إلى توقيع للاتفاق النهاي حتى نمضي الأمام النقاط العالقة أيضا هي نقاط عسكرية عسكرية صرف متعلقة بالمجانب العسكري وأعتقد أنه إذا لم يصل الطرفان فيها إلى نتياسة ربما تنقل إلى القيادة العليا لاتخاذ موقف إيجابي تجاهها أو أن ترحل إلى مرحلة لاحقة في أي مستوى من مستويات النقاش يعني اليوم بموضوع توجيه الملامة لتأخر توقيع الاتفاق أو إمكانية عدم أصلا التوقيع غدا هناك ملامة للنظام السابق هناك ملامة لتنظيم الأخوان وهناك ملامة للخلاف العسكري الداخلي على هذه التفاصيل التي تتحدث عنها حضرتك فعليا هل في أياد خفية تحاول تسكية هذا الخلاف؟ مؤكد لو نتابعنا المنصات الإعلامية والسوشيال ميديا نلاحظ تماما أن هناك جهات تعمل على إسارة الفتنة وعلى من تعمل؟ محاولة تأجيج الخلاف وتصوير الخلافات التي بين الطرفين فيما يتعلق بهذه العملية تصويرها بأنها خلاف وصراع يمكن أن يتحول إلى صراع بمسلح ومحاولة إرهاب الرأي العام أي جهات أستاذ مصلاح؟ ربما يحصلان إلى مرحلة الانفيار جهات محسوبة على النظام البيت وجهات ضد العملية السياسية حقيقة يعني لكن هي تؤثر على العسكر؟ لديه مصلحة في استمرار يعني هي تؤثر على سيد البرهان وعلى سيد حميتي؟ نعم ستؤثر على الرأي العام لا تؤثر على الرأي العام طبعا والرأي العام الآن متوجس من هذه التباينات وكل مرة تصل أخبار المغلوطة ومحاولة بس الرعب بأن هناك خلافات قد تصل إلى مرحلة الصدام ولكن الحقيقة والواقع أن الطرفين لم يبديا أي نوع من أنواع التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار على العكس تماما الخلافات هي طبيعية في إطار النقاش والحوار ونحن نلمس أنهما يسعيان إلى الوصول إلى تفاهم حول هذه النقاط وكل القوى الموقعة أيضا تدفع بالجهود باتجاه التوافق حول هذه النقاط ولدينا ثقة كاملة في أننا سنصل في الساعات القادمة إلى تفاهمات حول هذه النقاط إن لم يكن قدا سيكون في مقبل الأيام إن شاء الله بس التوقيع لن يكون غدا ستنتهي المهلة دون توقيع لم يكن قدا ولكن متى ما توصل الطرفان إلى تفاهمات حول هذه النقاط سيكون التوقيع متاحا في أي وقت من الأيام الساعات المقبلة في أي وقت ليس بضرورة أن يحدد توقيت محدد المهم أن نصل إلى توافق حول هذه النقاط لأننا نعتقد أنها مهمة ويجب أن يتوافق الطرفين حولها لتكون الفترة تمضي بصورة سلسة ليس فيها أي نوع من التوتر أو التباينات في مستقبل الفترة الانتقالية لحماية التحول المدل الديمقراطي وللوصول إلى عملية الإصلاح بصورة سلسة دون شد أو جزب شكرا جزيلا لك ضيفنا من الخرطوم مصبح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير ترجمة نانسي قنقر